الخبر الأول الذي عادنا عن أصام تيكيت وتنزيل الأول فيديو على قناته باليوتيوب بعد الرجع لليوتيوب طبعاً لحظكم رابط هذا المقطع بالوصف أتمنى ملكون يروح يشوفون المقطع يا حبايب تدعمون أصام عمودم يستمر وتفجرون الكومنتات جيش مملكة القصص وخليني ادعو حالياً بخبار طريق نورمار فهوش يا حبايب نورمار وتعارضه للهجوم نورمار نزع عليها سبب الإنستجرام هذا البوستوب وهذا البوستشامبي هذول ثلاث صور وسبب هذول ثلاث صور هو تعرض للهجوم طار يقول لي ان انت رعيب عندك صغر يتابعوك وهي الصور تعم عن مازا 18 نكتبنا يا حباب الكومنتات هل يستحق التعرض له او لا خليني ننتقل حالياً ليارا مار او نقدر نقول ايمو مار ايمو مار نزع عليها سبب الإنستجرام شوية استوريات وبهذا الاستوريات كان بيحط هذا الصور اللي كان بيها هو ويارا وكاتب عليها ماي بيست فريند من هي افضل صديقة ومثل ما نعرف انه يارا اساساً ويما ويكو على قصدها خبيرتهم قوية وحسن ما وضحت هذا الشيء يارا باللايف ستيج فانت توقعني يا حباب انه ممكن بالليام جاي يصوروني بعض او لا وبالنسبة الوقت يا حباب اتسربت هذه الصورة الثانية اللي من الصور ناوية تنزلها يارا على 900000 متابع بعد الصورة الاولى اتسربت لكم ايها اليوم الصبح المشافى فهذه هي خليني ننتقل حالياً القمر مار وهل هي محتارة ان ترجع الفرق نور مار او لا فيارا مار نزلت على سبب الانستجرام هذا الاستوري وبهذا الاستوري اتشان نحط به هذه العلامة فالصورة كلها بس انتعلمت هذه العلامة والميارة شون ترمز هذه العلامة يا حباب فهذه العلامة هي ترمز بين الضياع والحيرة يعني فنقدر نقول انه حالياً القمر بين هي محتارة او نقدر نقول هي ضايعة عادة ترجع الفريق نور مار او تكمل لوحدها فكما احباب الكومتات تقول ان هذا الشي هو الصح او ان هي محتارة وضايعة بشي ثاني خلصنا حالياً من اخبار طريق نور مار دعنا ننتقل باقي اليوتيوبر ونبدأ بنور السار وتهجم وتابعين نارين بيوتي عليها نور السار نزلت على حسابة الانستجرام هذا البوست ولكن هاي حبايب حذفت هذا البوست وسبب التهجم اللي تعرضت له فكل كومنتات شات عبارة عن هذول دموع حين وقاعد يتهجموا عليها من جمهور نارين بيوتي فاضطرت نور السار ان تهجم هذا البوست تمنى حباب الكومتات الشرك وبهذا الخبروا هل تستعقد لتعرضت له او لا ونذهب حالياً الامراض اليوتيوبر وتهدي نارين دا واخدتها وصابتهم ثياتهم بالكورونا طبعاً الله يشفيهم يا رب وان شاء الله يتحسنون بأسرع وقت ولا تنسون يا حبايب ان تدعو لهم بالكومنتات انو الله يشفيهم بأسرع وقت واخر شي نختم ببرخوم المعراوي وصل قناته باليوتيوب للمليون 500 الف متابع فان شاء الله الف موبروك عقبال 20 مليون يا رب وطبعاً برهم المعراوي اعلم ما خلالها هذي مناسبة ان هو رح سيقوم بفيديو كليب ناري بهذي مناسبة فكتبوني حبايب الكومنتاج قمت حمسي لهذا فيديو كليب بس والله حبايب انهصت المقطع لا تنسون مقطع عصام بالوصف حبايب الكل يدخل حالياً على عصام مفجر الكومنتاج جيش منك القصص عمويد الحمسي يستمر باليوتيوب وبس شاكو فايزة مقابلت منك القصص ومع السلامة